بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهل السنة والجماعة كما تفضلت في أول الحلقة بعد سلامي عليك وعلى الضيف الكريم وعلى السادة المشاهدين هم أتباع المذاهب الأربعة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية ويدخل فيهم بلا شك ولا ريب أهل الحديث وكذلك الصوفية هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهؤلاء بينهم اختلاف ليسوا متفقين على كل المسائل العقائدية وهذا لا بد من معرفته وما تفضلت به في أول الكلام من كلام الإمام السبكي يعني عليه بعض المؤاخذات وهي مثلا أنه يقول لم نرى مالكيا إلا أشعريا عقيدة وهذا غير صحيح فهناك بعض المالكية الذين نقل عنهم التجسيم كابن أبي زمنين وطل منكي وغيرهم ولكن نحن نعود إلى صلب القضية أهل السنة لا بد من يعني بادئ ذي بدئ أن نعرف ونضبط منهم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة الحقيقة ليست فرقة واحدة فالحنابلة وأهل الحديث من أهل السنة والجماعة قبل وجود الأشاعرة أهل الحديث كالسفيانين وابن المبارك والشافعي وأحمد وابن حنبل وغيرهم من علماء الحديث الذين رأوا الحديث وكان يتردد بينهم أحيانا أهل السنة والجماعة هذا اللفظ إذا يعني لابد لنا إذا أردنا أن نحل العقدة ونحل القضية ونقف على جليت الأمر لابد لنا أن نعرف الحقيقة وبذلك لابد أن نعين من هم بالضبط فمثلا أهل الحديث والحنابلة ليس فضلاء الحنابلة الذين ذكرهم الإمام السبكي رحمه الله تعالى وإنما غيرهم أيضا هم يدعون بأنهم أهل السنة والجماعة وأن غيرهم مثل الأشاعرة والماتريدية ليسوا أهل السنة والجماعة أيضا الماتريدية وهم باعتراف الأشاعرة من أهل السنة والجماعة الماتريدية يقول مثلا البزدوي الحنفي المتوفى تقريبا سنة 493 هجري في كتابه أصول الدين وهذا قبل السبك وقبل من ذكرتم من العلماء يقول بأن الأشاعر خالفوا أهل السنة والجماعة في بعض المسائل التي ذكرها في ذلك الكتاب نحن طبعا الذي يعنينا أن أهل السنة والجماعة هم بلا شك ولا ريب ينقسمون إلى أهل التنزيه غيرهم أهل التنزيه على رأسهم الأشاعر والما تريدية نحن نقول أن أهل السنة والجماعة على رأسهم الأشاعر والما تريدية وهم أهل التنزيه وأيضا يدخل فيهم الحنابلة وعلى رأسهم طبعا الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه وأولاده والخلال ابن بطة أبو يعلى ابن تيمية ابن قيم الجوزية هؤلاء يعني وين بدنا نصنفهم أين يعني أين يصنفون لا شك ولا ريب أن المصادر التي يتلقون منها من جهة علم الحديث أو التفاسير أو غير ذلك نفس المصادر ولكنهم اختلفوا في الرأي وهناك اختلاف طبعا بين مدرسة الحنابلة التي مثلها فيما بعد ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأتباعه والأشاعر والما تريدية بينهم خلاف في العقائد هذا لا بد من أن يعرف ونحن نقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولم يقحم هذا التفريق وهذه الفرق والمذاهب ليجعل هناك شحناء وبغضاء وتنافر وتباغض بين المسلمين